عندنا اول مثال في الانتجريشن باي سبستيتيوشن علشان نفهم الانتجريشن باي سبستيتيوشن بنستخدمه امتى؟ بنستخدمه في الحالة اللي هو لما يكون عندنا هنا كوس مرفوع لقس كبير وبرا مضروف في دلة تاني احنا هنا عندنا في المثال ده دي مشتكته يعني عندي دلة ومشتكته ممكن اشتغالها عادي بالباوررول السنة المرة ده هشتغلها بانتجريشن باي سبستيوشن بعمل ايه باخد اللي تحت القوس ده اسمي يو يعني عند اليو بتساوي اكس سكوير بلاس فور باخد اللي جوه القوس اسمي يو واشتكه فيبقى عند الدي يو اكوال تو اكس دي اكس عشان مشتكه بالنسبة لليو طيب هلاحظ ان انا عندي هنا تو اكس دي اكس وعندي هنا تو اكس دي اكس طيب انا بعمل ايه بقى عشان اعوض بقى ماخد التكامل ده اقول له هنا تكامل تو اكس دي اكس ده بدي يو وده بيو فهنكتب ده الاول هيبقى يو باور وان هاندرد في الدي يو لاحظ ان انا دلوقتي بسطت المسألة جدا انا عوضت مكان الكوس بيو وعندي الكوس مرفوع لون هاندرد فهيبقى يو باور وان هاندرد بالتو اكس دي اكس ده بدي يو فنزلته اكامل بعد الوقتي عادي جدا هيبقى يو باور وان هاندرد وان وفر وان هاندرد وان بلاس سي بعد ما كامل هعمل خطوة صغيرة جدا هشيل اليو وعوض بقيمتها اللي هيب اكس سكوير بلاس فور باور وان هاندرد وان باور وان هاندرد وان بلاس سي كده يكون حل المسألة خلص ممكن انا حلها ببسطة جدا ان انا عند هنا دلة في مشتكتها فهزود على القص واحد واسمع القص الجديد اشتركوا في القناة